من صباح لكم مرة ثانية والنهاردة الأمم المتحدة بتحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا ولمن لا يعلم ما هي الإسلاموفوبيا هو النزعة الخاصة اللي ظهرت في أوروبا أو بدأت في أوروبا ضد كل ما هو إسلامي وشفناها في مظاهر عديدة الوثيقة الخاصة بهذا الاحتفال أكدت أن الإرهاب والتطرف لا يمكن أبدا ربطهم بأي دين أو بأي جنسية أو بأي حضارة أو جماعة عرقية الوثيقة قالت أيضا أنها لازم نشجع جميعا على إقامة حوار عالمي بخصوص تعزيز ثقافة التسامح والسلام على كل المستويات استنادا لاحترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان وكافة المعتقدات أكيد الدور الكبير اللي بتقوم بيه مؤسسة الأزهر الشريف في مكافحة الإسلاموفوبيا وده بيحصل من خلال يعني مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في الرد على أي عنصرية أو أي كراهية من خلال عدد كبير من الإصدارات المترجمة عشان كده هنعرف إزاي الأزهر الشريف واجه مصطلح الإسلاموفوبيا من ضفنا الدكتور أحمد العطار الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف صباح الخير على حضرتك دكتور أهلا وسهلا من نوعنا أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك دكتور بداية كده لما نيجي نقول الإسلاموفوبيا مصطلحات كبيرة كده وتخض خلينا أن يسرها على نفسنا وعلى المشاهدين ونعرف من حضرتك إيه هو الإسلاموفوبيا تمام الإسلاموفوبيا لما نيجي نشرح المصطلح نقول أن الفوبيا عموما هي الخوف المرضي أو الخوف المبلغ فيه من الشيء أو الخوف اللي هو بدون سبب منطقي يعني نيجي نترجم المصطلحة هو الخوف المرضي من الإسلام أو الخوف المبلغ فيه من الإسلام واللي هو بدون سبب منطقي يعني ده بمعنى بسيط للأستاذ المشاهدين يعني خوف يدفع الآخر اللي هو بيتعامل مع المسلم لأنه يخاف منه بطريقة مبلغ فيها بدون سبب منطقي بطريقة مرضية في النهاية ممكن تعمل مشاكل وتسير مشاكل ما بينه وبين المسلم لمجرد أنه مصلم يعني لو عايزين نوضح نقول مثلا مروى الشربيني اللي قتلت في بيرلي أو مثلا المسجد اللي هو جين في إيرلندا من قبل وواحد متطرف أو أن حد يطلع أوتوبيسي لأي حد واحدة محجبة أو استهداف دور العبادة المختلفة اللي موجودة في أوروبا وفي الغرب وصفة عامة دور العبادة الإسلامية بمنها الإسلاموفوبية آه دور العبادة اللي هي دور العبادة الإسلامية كل دي طبعا يعني مظاهر من مظاهر الإسلاموفوبية اللي هو الاعتداء على المسلم بشخصه أو باللفز أو الاعتداء على دور العبادة طبعا إن دور العبادة مقدسة بالنسبة للمسلم وبالنسبة لأي يعني منتمل أي دين دور العبادة عنده هي حاجة مقدسة فلما يتم الاعتداء على دور العبادة بالنسبة للمسلم فانت برضه ده بشكل أباخر تم الاعتداء عليه أو تم إعداء على هويته الثقافية أو هويته الدينية شايف إزاي أن الأمم المتحدة بتهتم بيوم زي ده يعني ممكن واحد من بره يعني بقى شايف أن بشكل عام الغرب ضد قصة يعني كل مظهر يعني بالشكل ده وفيه في نفس الوقت نسأة وفيه يعني عندنا حكومات وعندنا شعوب إحنا دايما بنشوف الحاكتين يعني بالضبط الموقف الرسمي للحكومات الغربية بشكل عام هو موقف إيجابي جدا وبالناء جدا يعني دايما الدستير والقوانين الغربية هي بتنص على احترام الآخر وتنص على اندماج هذا الآخر في المجتمعات هذا الاندماج الإيجابي لأنه في النهاية وبيساعد الدولة على تحقيق التنمية الاستدامة الخاصة بالدولة دي وعكس كده هو طبعا ده بيثير مشاكل ويعني صعوبات بالنسبة للدولة بالنسبة لإقتصاد الدولة بالنسبة لأمن الدولة وسلامة الدولة وده اللي فطنت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا وأن هي اختارت يوم 15 مارس أو خاصصته كيوم دولي لمناهضة الإسلام وفوبي طبعا الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلة في الدول المختلفة يعني هي في النهاية فطنت إلى أن الجاليات المسلمة هي في النهاية أصبحت جاليات لها ثقل حتى في الدول الغربية وفيها رموزه بيقدم إسهاماته بالضبط وأن وجود مشاكل لهذه الجاليات في الغرب وفي النهاية يدفع فطور الدولة الموجودة فيها الجالية المسلمة وفي النهاية الجالية المسلمة هي في النهاية بتدفع وتساهم في قصة هذه الدولة وفي أمن هذه الدولة وبالتالي في أن وجود أي مشاكل للجالية ديها في هذه الدولة وفي النهاية هو عائق وربما يثير بعض المشاكل الاقتصادية والأمنية لهذه الدولة ففي النهاية الجمعية العامة الأمم المتحدة أخذت على عثقها تجريم كل مظاهر التعدي على الآخر وبما فيهم الآخر المسلم وبالتالي هي جرمت كل مظاهر الإسلام وفوبيا ودعت بشكل صريح وعلني إلى يعطاء الحرية الدينية لكل الجالية الموجودة فيهم الجالية المسلمة في الغرب أن هي تمارس شعائرها الدينية بحرية تمة كذلك أيضا في إعلان الوثيقة أن إعلان الأمم المتحدة هي جرمت كل ما من شأنه التعدي على الآخر سواء كان مسلم أو غير مسلم وبالتالي فيها جرمت كل مظاهر الإسلام وفوبيا وبالمناسبة هي اخترت يوم 15 مارس لأن اليوم ده هو اليوم اللي تم فيه الهجوم على المسلمين في نيوزلندا واللي راح ضحييته حوالي 51 قتيل وأكثر من 40 مصاب واتخذ هذا اليوم كيوم دول الممهضة وتجريم كل مظاهر الإسلام وفوبيا أكيد الأزهر الشريف يعني لا يدخل وسعا فيه أنه هو يحاول ينشر الإسلام وسمحة الإسلام بأي لغة وبأي شكل نجح الأزهر الشريف في الفترة اللي فاتت أنه هو يقدر يوصل فكرة الإسلام ووسطيته يعني من يجي نبص على جهود الأزهر وجهود مرسى الأزهر لمكفحة التطرف في مراهضة الإسلام وفوبيا ورصد مظاهر الإسلام وفوبيا في الدول المختلفة احنا عندنا في مرسى الأزهر لمكفحة التطرف حوالي 13 وحدة بلغات أجنبية مختلفة كل وحدة بترصد كل مظاهر الإسلام وفوبيا في سياق الدولة المعنية يعني عندنا في المرسى 13 وحدة كل وحدة بترصد هذه المظاهر في سياق الدولة بتاعتها أو في سياق مجموعة الدول بتاعتها وهي بالتالي تحلل الظاهرة وترد وتشيد بالتصرحات الإيجابية البنية اللي بتصدر عن المسؤولين الرسميين الحكوميين وأيضا على جانب الأخر هي تندد بما يثير دائما اليمين المتطرف في الغرب من تعزيز مظاهر الإسلام وفوبيا والهجوم على الجاليات المسلمة في الغرب ده من جهة من جهة تانية لا ننسى طبعا جهود الأزهر ممثلة في جهود فضلية الإمام الأكبر شيخ الأزهر وإبرام وثيقة الأخوة الإنسانية مع قداسة بابا الفاتيكان برعاية كريمة جدا من دولة الإمارات العربية الشقيقة وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير 2019 بنود هذه الوثيقة مهمة جدا أنها تقف في وجه مد وتزايد مظاهر الإسلام وفوبيا بنود هذه الوثيقة تنادي بالحوار دائما مع الآخر المختلف معه في العقيدة احترام الآخر في ثقافته ومعتقده مطالبة الدول والمؤسسات المختلفة المؤسسات المعنية الدولية بتجريم ووضع حد لمظاهر التعدي على الآخر أي أن كان هذا الآخر مسلم أو غير مسلم وفي النهاية وهذا يتماشى مع دستير الغربية وقوان الغربية أنه في النهاية الدستير الغربية بتدعو وتكفو لحرية المؤسسات أنا ما يمنش الاحتفال هنا في الدولة العربية والإسلامية من الاحتفال بره في أوروبا أو في أمريكا كيف يتم الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة ظاهرة الإسلام وفوبيا في الأولاد المتحدة الأمريكية في العالم الغربية في العواصم الأوروبية لسيما العواصم اللي شاهدت بالفعل حالات عنف غير مبرر ضد الإسلامين طبعا الدول دي تحتفل بمثل هذا اليوم بالنهاية تعيد تسليط الضوء على ما قامت به من جهود رسمية من جهود حكومية عندنا مثلا في كندا دائما يتم تسليط الضوء على ما قام به البرلمان الكندي على سبيل المثال عمل تشريعاته طبعا لا ننسى أبدا في يوم 26 عشر 2016 قام البرلمان الكندي بالتصويت بالإجماع على تجريم كل مظهر الإسلام وفوبيا على سبيل المثال على سبيل المثال برضو المتحدثة داسم باسم الحكومة في كندا مثلا ألغى مصطلح الدولة الإسلامية في الحمد للإشارة إلى داعش وقال أن داعش لا تمت للإسلام وكل ما هو إسلامي بصلة يعني هذه تصرحات في كندا مثلا في كندا عندنا مثلا على سبيل المثال في سويسرا مثلا المحكمة في الفيدرالية السويسرية مثلا أقرى التشريع أنه يجوز للطالبات في المدنسة ارتداء الحجاب بعدما كان ينادي اليمين المتطرف في سويسرا على سبيل المثال بحظر كل ما هو إسلامي وده برضو مظهر الإسلام وفوبيا دي من مظهر الإسلام وفوبيا ولا دي من مظهر التطرف يعني إحنا دايما بنقول أن جميع الدستير بتحاول أنها ترتقي وأنها تنص على احترام الآخر أين كان الآخر الآخر ده أين كانت ديانت فليه منعه تقص ديني من أن البنات ترتدي زي الإسلام تمام وهو في النهاية هو الإسلام وفوبيا هو له أشكال كتراجد ومن ضمن أشكاله التمييز ضد المسلم التمييز ضد شخصه في عمل التمييز ضد شخصه في أنه ما يمارس الشعارة بتاعته بحرية تامة التمييز ضده أيضا من خلال مظهره نحن نقرأ ونشوف مثلا كراءة في التمييز ضد المسلمين نجد في أوروبا على سبيل المثال أن حوالي 39% من النساء بيتم التمييز ضدهم بسبب الحجاب 40% من الرجال بيتم التمييز ضدهم بسبب المظهر الخارجي 53% من المسلمين الموجودين في أوروبا بيتم التمييز ضدهم بسبب الإسم في النهاية طبعا الزيي الإسلامي وهي إحصائيات من أين؟ ده إحصائيات رسمية بتنشرها مصادر الإحصان معتمدة في أوروبا زي استاد مثلا على سبيل المثال في إيطاليا زي ديو إيه استاد دي؟ ده مركز الإحصان الوطني الرسمي الموجود في إيطاليا بيقول مثلا أن في إيطاليا دراسة رسمية إيطالية بتؤكد هذا العام آآ آآ دراسة رسمية إيطالية تبع المعهد الوطني للإحصان في إيطاليا ويقول مثلا على سبيل المثال أن تلتين الشعب اللي طالعوا على سبيل المثال وده ارتفاع وطيرة الإسلاموفوبية وتأثير اليمين المطرف إنها اليمين المطرف قدر إنه يخلق حالة من الجدل ضد كل ما هو ديني وضد المهاجرين عموما والمهاجرين المسلمين خصوصا أكيد طيب استخدام هذه البيانات واستخدام هذه الأحصاءات في تصحيح المفهوم نحن نقول إنه نتعرض لنوع من أنواع الظلم أو 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 ده بيساعد أكتر في توصيل الفكرة؟ ده بيساعد أكتر في نشر الثقافة اللي الأزهر الشريف بيحاول ينشرها؟ فيما يتعلق بنشر ثقافة الأزهر الشريف طبعا إحنا لا ندخل جهد في الأزهر وفي مرصد الأزهر بإبراز قيم الإسلام المعتدلة ونشر هذه القيم في المراكز الإسلامية الموجودة بالخارج والتواصل مع المؤسسات المعنية المؤسسات ذات الصلة بتقديم صورة حققية لصورة الإيجابية عن الإسلام في النهاية وعن الجليات المسلمة بنشر هذه التصحيحات باللغات المختلفة عندنا 13 لغة مختلفة بنشر بها مثل هذه البيانات والتعليم المعتدل عن الدين الإسلامي والتصريحات البناءة والإيجابية اللي بتصدر عن المؤسسات المعنية ذات الصلة هذا بالإضافة أننا في مرصد الأزهر لمقفحة الطرف شكلنا لجنة مؤخرا للتواصل مع الجليات المسلمة الموجودة هناك إيه هي الإشكالات اللي بتواجههم علشان إحضا نقدر نساعدهم ونعمل ردود عليها ردود علمية شرعية محترمة وننشرها بلغات هذه الجليات الموجودة بالرجوع إلى البيانات والإحصائات اللي حتى تكلمت عنها ما هي أكثر العواصم اللي ممكن تقول أنها تمثل خطر على المسلمين المقيمين وما هي أقل لها في أوروبا والعالم الغربي بشكل عام تمام لما نجي نبص لخريطة الغرب بصفة عامة ونتكلم مثلا عن أكثر الدول تحديدا اللي بتواجه فيها الجليات المسلمة بعض الإشكريات والتحديات هنجد الدول اللي هي المطلعة في جنوب وجنوب شرق أوروبا لماذا؟ يعني ليه الدول دي تحديدا هجرة غير الشرعية؟ بالزبط 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 الهجرة غير الشرعية واستخدال اليمين المتطرف وصعوده بقوة لا لتخزيط الروح ضد المسلمين والمهربين بالزبط إنه هو في النهاية ده منطقي على فكر بالزبط ده طبعا هيكون منطقي لأن ما نجي نبص ونشوف اليمين المتطرف دايما دايما بيستغل ويصدر هذه الادعاءات البطولة يعني دايما بتكلمني عن إيطاليا بتكلمني عن بتكلمني حضاك عن إيطاليا عن أسبانيا عن اليونان عن عن الدول مالطا عن الدول المطلة تحديدا في الجنوب الأوروبية وجنوب شرق أوروبا لأن هي هذه الدول اللي بتتنامى فيها ظاهرة الهجرات غير الشرعية اليمين مطرف بيستغل الهجرة غير الشرعية التخويف من الجاليات الأجانب بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة ودائما بيدعي أن المسلمين يعني أو المهاجرين عموما هو في النهاية اقتصاديا عايز يوقع على البلد وعاوز إنه هو يعمل مشاكل اقتصادية ومشاكل في الهوية إنه هو بيقول إن المهاجرين عموما غير الديموجرافيا خال بالزبط إنه هو بيقول في 2050 على سبيل المثال هتبقى الغلبة أو الغلبة العددية العدد هيبقى المسلمين الأكبر طبعا ده إدعاءات باطلة يعني مش مزبوطة تماما سوى إدعاءات اقتصادية أو إدعاءات في الديموجرافيا كل ده باطل إدعاءات باطلة ولا تموت الواقع بصل يعني أقول لحضاك على سبيل المثال مثلا في إيطاليا مصلحة الدرائب الرسمية طبعا في إيطاليا كانوا بيقولوا إن المهاجرين يعني ساعدوا في خلق مشاكل اقتصادية في البلد وده كلام طبعا عاري من الصح واللي قال كده طبعا مصلحة أو هيئة رسمية إيطالية قالت إن المهاجرين صحيح هم بيكلفوني في أوجه رعاية وإنفاق مثلا بتسعة مليار يورو في السنة لكن هو بيدخلي للخزانة العامة تسعة عشر مليار يورو في السنة يبقى هو بيساهم في إنه يدخل للخزانة العامة صافي مثلا عشر مليار يورو فطبعا الكلام عن ادعاءات اقتصادية ومشاكل اقتصادية بإخلاء المهاجرين ده طبعا ادعاءات باطلة كذلك أيضا ادعاءات عن هما يغيروا في ديمغرافية البلد ده برضو ادعاءات باطلة نحن بنتكلم في أوروبا دلوقتي مثلا على سبيل المسأل إن نسبة للمسلمين مقارنة بإجمالي العدد السكان هي بتطروح من 6% إلى 6.5% على أقصى تقدير فهما بيقولوا طيب لو زيادة هذه الهجارات هيكون المسلمين في 2050 مثلا هما لليهم العدد الأكبر وده طبعا ادعاء يعني مالوش أي أساس ما للصحة لما نجي نبص حضرتك لمستقبل الهجرات أو حالات الهجرة هنلاقيها في تلات يعني هي تاخد تلات مسارات هجرة منخفضة العدد هجرة متوسطة العدد هجرة كثيفة العدد هجرة منخفضة العدد بتقول إن المسلمين هيوصل أعدادهم أو نسبتهم الإجمالية مقارنة مع عدد السكان في 2050 7 و4% طب هجرة متوسطة المسلمين هيوصلوا لـ 11 و12% طب هجرة كثيفة العدد المسلمين هيوصلوا لـ 14% يعني على أقصى تقدير يعني هي الهجرات كثيفة العدد المسلمين هيوصلوا لـ 14% من إجمال عدد السكان الموجودين في أوروبا إذن الإدعاء إن الهجرات هتغير ديمغرافية البلد أو ديمغرافية المكان ويكون هما اللي هم العدد الأكبر هذا أيضا إدعاء ليس له أساس من الصحة إذن البطل هو المعلومة والأرقام لو استخدمنا الأرقام الموثقة أعتقد أن الموضوع قابل لأن الأرقام لا تكذب أبداً ملاش وجهات نظر الرقم هو له دلالة واحدة فقط لغية أكيد كل شكراً حضرتك الدكتور أحمد العطار الباحث بمارصد الأزهر لمكافحة التطرف نورتنا أهلاً وسلم شكراً فلنم وكل سهلاً وخلق طيبين ونصرنا الكريمة بكل خير شكراً جزيلاً